موسيقى السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج افاق و حلقة اخرى ما زلنا نواصل فيها الحديث عن موضوع العدالة من المنظور الاسلامي في هذه الحلقة سننتقل للحديث عن جانب اخر من هذا الموضوع وهو جانب العدل في القضاء لتحقيق قيمة العدالة ارحب بداية بضيف برنامج افاق عضو مجلس الامناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي مرحبا بك مجددا معنا دكتور اهلا وسلم بك دكتور لو بدأنا حديثنا في جانب العدل في القضاء بالتساؤل بداية عن ما اذا كان هناك فارق بين مسمى العدل و مسمى العدالة ام ان اللفظين بالمعنى ذاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارنا الحق حق و ارزقنا اتباعا و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابا و اضطف بنا بما جرت به المقادير يا ارحم الراحمين اما بعد اخ خالد هو طبعا اختلف العلماء بين مفهوم العدل و العدالة فهناك من جعل العدل هو العدالة وهناك من فرق بين العدل و بين العدالة فكلمة العدل جاءت في القرآن الكريم و جاءت في الصنة النبوية و جاءت عند اقوال العلماء و العدالة جاءت في الفكر السياسي الاسلامي او في التراث والتاريخ الاسلامي والحضاري الاسلامي من ضمن الشروط التي تشترط في رئيس الدولة او الخليفة و من ضمن الشروط التي تشترط في القاضي او الوالي او الوزير ولهذا قالوا العدالة هي اجتناب الكبائر و عدم المداومة على الصغائر و ايضا الابتعاد عن ما يخل بالمروة قالوا هكذا فهنا جاءت تفريق في من جعلها العدالة كشرط من الشروط يقولوا مثلا الحاكم لا بد يكون عالم لا بد يكون سليم الحواس لا بد يكون حازم لا بد يكون صابر لا بد يكون عنده خبرة في الحياة فجعلوا من ضمنها قالوا الخليفة والرئيس قالوا العدالة و عرفوها باجتناب الكبائر و عدم المداومة على الصغائر و الابتعاد عن ما يخل بالمروة هذا فجعلوا شرط من الشروط و بالتالي هنا جعلوا فرق بين العدالة و بين العدل و هناك من جعل العدالة في المفهوم الغربي هي العدل و بالتالي في بعض المفكرين الجدد اعتبروا العدالة هي العدل بمعنى واحد يعني العدل هو العدالة وهناك من فرق بالنسبة للقانونيين و فلاسفة التشريع الدستوري في ما بين كلمة العدل و ما بين كلمة العدالة وهذا التفريق اصلا اختلفوا ايضا هم فيما بينهم لكن كقيمة العدل في القرآن الكريم واضحة بملامحها كما تحدثنا في الحلقات السابقة و هناك من يذهب الى كلمة العدالة ليست بمعنى الشروط في رئيس الدولة او القاضي او المحتسب او الوزير او الوالي و انما يتعامل مع كلمة العدالة بمفهوم العدل وهو اقرب للفكر الانساني يعني اختصارا هناك من ساوى ما بين لفظ العدل ولفظ العدالة بمعنى واحد و هناك من فرق فجعل العدل هو قيمة تمام والعدالة هي الصفة هي شرط من شروط تولي الولاية سوى في الرئاسة او في القضاء او في الحسبة او في الوزارة طيب ما المقصود بالعدل القضائي وفق رؤية الاسلامية هو المقصود ان ابناء المجتمع او ابناء الشعب الواحد هم متساوون في الكرامة الانسانية و في حقهم في التحاكم امام القانون المستمد من القرآن والسنة وبالتالي القانون الاسلامي او الشريعة الاسلامية لا تفرق بين الغني وبين الفقير و انما هم جميعا متساوون فيما بينهم وتحترم انسانية الانسان وكرامة الانسان و ايضا حقوقها و واجباتها وبالتالي عند التنازع الناس سواسية في الاحتكام الى القضاء الاسلامي لتحقيق العدل لان القضاء في حد ذاته هو المؤسسة المخولة باقامة العدل بين الناس و الحكم بين الناس وفق القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية هل يجعل ذلك العدل القضاء هو الية تحقيق قيمة العدل ما بين الناس؟ هو لا شك ان العدل القضاء منوط به تحقيق العدالة بين الناس ورفع الظلم عن من وقع عليه الظلم هذا المؤسسة القضائية وان كانت تطورت مع الزمن ومع الوقت ففي عهد النبوة كانت تختلف في عهد الخلافة الراشدة كانت تختلف في عهد الدولة الأموية إلى التطور الحضاري الذي مرت به المؤسسة القضائية وبعض المؤسسات الإسلامية مثلا فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة تطورت مع الزمن والوقت مؤسسة الوقف كذلك تطورت مع الزمن والوقت المؤسسة التعليمية أيضا تطورت مع الزمن والوقت وكذلك المؤسسة القضائية المنط بها إقامة العدل ورفع الظلم والحكم بين الناس طيب لو فصلنا أكثر في هذه الجزئية ما مبعث أو دواعي وجود العدل القضائي فيما بين الناس لأنه هو المنط به لأن الإسلام يعتبر إقامة العدل بين الناس من فرض الكفايات بالتالي هذه الفرض الكفايات من هو المنط به تحقيق هذا العدل هو العدل القضائي هي المؤسسة القضائية التي تفصل بين الناس في الأموال تفصل بين الناس في الأعراض تفصل بين الناس في المنازعات الشخصية والأسرية فيما يتعلق بالزواج فيما يتعلق بالطلاق فيما يتعلق بالميراث فيما يتعلق بالمشاجرات بين الناس فمنوط بها ونأتي دور التخصص في هذا الموضوع أن في الأمة الإسلامية وناس تخصصوا في علم القضاء وأصبحت لهم صفاتهم وأصبحت لهم شروطهم مع الزمن ومع الوقت لأن هناك فرق بين القاضي وبين المفتي فرقة متعددة ومتلوية وبين المفكر وبين المثقف وبين العالم هل هناك نص أو توجيه سواء قرآني أو في السنة يحدد أو يضبط الآلية العدل القضائي أم أن هذا متاح لتقديمه بالشكل الذي يناسب عصره له طبعا الاستفادة من التجارب فيما يتعلق بالمعايير فيما يتعلق باللوائح فيما يتعلق بالإجراءات لتحقيق قيمة العدل وبالتالي الهدف الرئيسي هو تعقيق المقصد وإقامة العدل بين الناس فالوسائل البشرية والاجتهادات البشرية التي تحقق هذه القيمة إذا لم تكن ظالمة أو لم تكن فاسدة وتكون وسيلة سليمة فبالتالي كتجربة إنسانية يستفاد منها من التجارب الإنسانية يعني مثلا في فترة نور الدين زنكي مثلا كان كما نقول توغل بعض الأمراء التابعين لنور والولاة على حساب القضاء فاشتكى بعض القضاء إلى نور الدين زنكي فعمل ما يسمى بديوان رفع المظالم هذا ديوان رفع المظالم أقرب للمحكمة المتخصصة فيما يتعلق باعتداءات الأمراء والولاة على عامة الناس وكان هو كرئيس دولة دعمها بسلطانة الأدبي وبسلطانة الحديدي المتمثل في السلطة التنفيذية فكانت حاجة الناس لإيجاد الدوان أو هذا الفرع المتعلق بالقضاء لرفع المظالم التي أوقعها بعض الأمراء وبعض الولاة وبعض الوزراء وهذا فيه نوع من الفصل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية هو لشك أن في الإسلام هو الأصل فيه استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ولا تأثير للحاكم على القاضي بل نجد أن القاضي حكم ضد الحاكم كما حدث في أحكام متعددة ومتنوعة ومنها انتصار القضاء لحكم ضد سيدنا علي في أحد المسائل في رد درعة المشهورة في التاريخ الإسلامي أجمالا بهذا نخلص إلى أن المؤسسة القضائية في الدولة المسلمة شكلا ليست ثابت هي متطورة وتقضع للتجربة الإنسانية وتنفت على الحضارات وعلى الشعوب وعلى الأمم في تجاربهم فيما يتعلق بالإجراءات واللوايح والمعايير لتحقيق قيمة العدل بين الناس يعني وبالتالي الآن تعددت في قضاء ابتدائي في استئناف في محكمة عليا وهذا طبعا قاضع للتجارب الإنسانية يعني هذه التحولات في الشكل مربوطة بالغاية وهي تحقيق المقصود مقصود بالتالي أي بالضبط والتخصص أيضا في قضايا متعلقة بالأحوال الشخصية في قضايا متعلقة بالقصاص في قضايا متعلقة بالحدود في قضايا في الجرائم الاقتصادية في قضايا متعلقة بالتالي التخصص له دور كبير أيضا في هذه المجالات طيب ما هي ضمانات القضاء العادل كما قدمها الإسلام جعل الإسلام قواعد يعني مثل الأصل هي براءة الذمة يعني الإنسان المتهم الأصل فيه هو بري يعني حتى يثبت الدليل ولهذا من القواعد المعروفة من هذه الضمانات هو الأصل هي براءة الذمة والأيضا البينة على من الدعاء يعني اللي يدعي ويتهم شخص آخر المطلوب مش من المتهم أن يدافع عن نفسه المطلوب الأصل هو البينة على من الدعاء أنت تظلم شخص بعمل شيء معين فأنت المطلوب منك البينة على من الدعاء واليمين على من أنك فهذه قاعدة من القواعد تدخل ضمن الضمانات للقضاء العادل يعني المبدأان الشهيران في التقاضي أن المتهم بالي حتى تثبت إدانته والبينة على من الدعاء ليست من نتاج الفكر الإنساني وإنما هي توجيه رباني ورد في الشارع الإسلامية هو أصلا العلاقة بين الجوانب القيم الإنسانية والشريعة الإسلامية علاقة متينة وقوية أصلا يعني وبالتالي الشريعة الإسلامية جاءت لتؤكد الكثير من المبادئ والقيم الفطرية للإنسان وأعطتها البعد الثواب وفي تركها العقاب وبالتالي لا تناقض بين القيم الإنسانية والتجارب الإنسانية النافعة العادلة مع أحكام الشريعة الإسلامية القصد من السؤال دكتور وعذرا المقاطعة هل سبق الفكر الإنساني الشريعة في استنباط هذين المبدأين أم أن الشريعة هي من جاءت بهم للمرة الأولى الشريعة ممتدة جذورها في موكب الأنبياء والمرسلين الممتدة للتشريعات كانت قائمة من زمن آدم عليه السلام وتطورت مع الوقت وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوع وبالتالي كما نقول الأمة أمة واحدة في التشريعات المتعلقة في الأنبياء والمرسلين رأينا مثلا نحن التشريعات القائمة في دولة سليمان عليه السلام تحدثنا عن التشريعات القائمة في دولة داود عليه السلام القائمة على العدل وتحدثنا عن ذلك الملك العظيم الذي قبل الإسلام الذي هو مؤمن بالله الذي هو ذو القرنين وبالتالي الإسلام هو امتداد لموكب من التشريعات العادلة سبق بها الأنبياء والمرسلين لكن أعطت الكمال أعطت النموذج البشري الرائع في الوصول إلى تشريعات متقدمة في إقامة العادل وفي رفع الظلم فهذه القواعد لها أصولها الإنسانية أيضا المؤيدة برسالات السماء وبالتالي الأصل هي براءة الذم وأيضا البين على من ادعى واليمين على من أنكر هذه من القواعد العظيمة أيضا الحكم بالظهر بينا أنك الحكم بالظهر أما فيما يتعلق بنفوس الناس وداخلهم بواطنهم فهذا يترك لله سبحانه وتعالى ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ألحنى بعضكم من الآخر في إقامة العجة وبالتالي لو قطعت له حق أخي فإنما قطعت له قطعة من النار فالحاكم له الظهر أما الباطن فيترك لله هذه قواعد أيضا أن اليقين لا يزول بالشك فالأصل هو اليقين بمجرد الشك والاتهام اليقين لا يزول بالشك هذه من القواعد أيضا أيضا شخصية العقوبة متعلقة بالفرد ولا تزر وازرة المزرى أخرى بمعنى لا تصل إلى أولادها ولا إلى زوجتها ولا إلى أسرتها بعكس العقوبات في بعض الأنظمة الدكتورية والاستبدادية لما شخص يقع في خطأ فيتعدى ذلك الخطأ إلى الزوجة وإلى الأبناء وإلى البيوت في تدميرها وبالتالي هذا من الإسلام لا يجعل العقوبة متعلقة بالشخص نفسه وبالتالي هذا أيضا بطلان الإكراه كل الأحكام التي تأخذ بالإكراه فهي باطلة ولهذا لها أصل في رضي الله إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان يعني الشخص الذي يكره الإكراه كل الأحكام التي تأخذ بالإكراه تعتبر باطلة لكن يأما بالإقرار يأما بالشهود والدليل أو بالقرائن التي تصل إلى قوة الحجة وبالتالي هذا أيضا من القواعد المهمة وأيضا القضاء والحق هو فوق الجميع يعني القضاء والحكم القضائي والمؤسسة القضائية فوق الحاكم وفوق المحكم وفوق الوزير وفوق الأمير وفوق العائلة النبيلة وفوق الجميع هذه من بعض الضمنات التي من الفكر القضائي السياسي الذي يحقق العدل في المؤسسة القضائية وبطبيعة المؤسسة القضائية هي تطورت مع الزمن وبالتالي كانت سيدنا عمر يختار لها أشخاص عندهم من العلم وعندهم من الحيبة وعندهم من النباهة وعندهم من التجربة في هذه المواضيع وعندهم من الذكاء وعندهم من العفة وعندهم من الاستغناص والدولة تغنيهم بالمرتبات العالية أو هم بطبيعتهم أغنياء فلها الصفات القاضي في الإسلام وفي شروط وفي قواعد بيّنتها طيب سنأتي على مسألة الاستقلال لكن قبل ذلك بعض الضمانات التي ذكرتها دكتور قد تأتي على عكس ما قدمتها يعني مسألة أن اليمين على من أنكر والحكم بالظاهر قد يصعب من تحقيق العدل لأنه قد يعطي المجال لمن يفترض أن يرد ظلمه ويتم تحقيق العدل برد ظلمه للتهرب من إثبات أنه قد أوقع ظلما على الآخرين لأن هذه القواعد حتى في القوانين الوضعية موجودة في التجارب الإنسانية العادية وبالتالي القواعد هذه أصبحت أقرب للجانب الإنساني وبالتالي المتهم بري حتى تثبت إدانته لا يوجد في أي محكمة في العالم ولا في الدنيا أن المتهم خلاص يجب يدعى في السجن ويجب أدعى لكن لا توجد محكمة في المقابل دكتور تأخذ بمسألة اليمين على من أنكر ولا فإن كل من أوقع ظلم لا هو اليمين على من أنكر متى أنا أنا البينة على من ادعى حتى في المحاكم العالمية الآن أنت اتهمت شخص وما جبتش عليه الأدلة هم لا يطلبوش مننا الحالة بالله صح؟ صحيح لكن طلعوا لا يقلوشوا العبس لكن هنا ببعد آخر ببعد رباني ببعد في المجتمع الإسلامي الأصل فيه الخوف والخشية الله وتعظيم المولى عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تدخل من ضمن شعائر الله ومن حكام الله سبحانه وتعالى فبالتالي يعطيني أنا محكمة من المحاكم في الدنيا تأخذ المتهم وتحطها في السجن بدون أدلة ما يوجدش أصلا لكن في النحن هنا أنت اتهمت وما استطعت تشتاتي بالدليل فقالت القاعدة قالت البين على من الدعا واليمين على من أنكر هذه خاصة بالمجتمع اللي فيه الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى هذا الشرح يجعلها على غير ما تبدو في ظاهرها يعني اليمين على من أنكر زيادة في الضوابط وفي الضمانات وبالتالي أكد أقرب ليروح العدالة نحكوه في مجتمع إسلامي عند مراقبة الله والخوف منا والخشية منا فمن هنا الأدلة ومن هنا الجانب بالخشية الله والخوف منا ومتابعتها ومراقبتها يعني لا يكفي إذا لم تكن هناك استطاعة لإثبات الجرم على المتهم لا يكفي هذا لإثبات براءته وأن ما عليه أن يؤدي اليمين القاعدة واضحة البين على من ادعى أنت اتهمت شخص تجيب الأدلة إذا هو ما قرش أنكر أو هو أصلا مظلوم أو هو وأنت عجزت في القانون الوضعي يكفي الإنكار لإثبات البراء مع غياب الأدلة بغياب الأدلة هنا أبعد آخر خشية الله والخوف منا سبحانه وتعالى طيب لأن العملية هنا في الفكر الإسلامي أو في الدين الإسلامي كل المؤسسات موصولة بالله كل المؤسسات الدولة موصولة بالله لا بالتراقب الله وتخاف منه أبدأ من الحاكم ومشي للقاضي ومشي للمتهم ومشي للذي اتهم الآخرين وبالتالي كل حركة يتحقيق عبودية شاملة لله سبحانه وتعالى هذا تراه في القرآن وفي هذا أيضا دكتور استحضار للعاقبة في الآخرة طبعا أن الدنيا لا يشري لحد الحياة هي الدنيا الدنيا هذا فصل من فصول بازال عندنا عالم البرزق بازال عندنا الجنة بازال النار بازال الحساب بازال موازين يعني مبعث أن اليمين على من أنكر ضمانة من ضمانات تحقيق العدالة لأنه إذا أمكن للمتهم تجنب العقوبة في الدنيا فآداء اليمين مع الانكار يذكره بأن هناك عقوبة في الآخرة ستلاحق ولهذا تجد في التاريخ الإسلامي الكثير من الناس متأتهموا وما عليهم أدلة ولا أي شيء وهم بالفعل يتكبوا تلك الأشياء لك خوفا من الله وخشية منه جاءوا واحترفوا يحترفوا من أي باب من أجل قامة الحدود عليهم وتطهيرهم في الدنيا قبل الآخرة طيب في جانب الحكم بالظاهر هل الأمر مطلق لأن الأنظمة الوضعية حتى وإن حكمت أخذت بمبدأ الحكم بالظاهر لكن بعد وسائل التدقيق والتحاري والبحث عن الأدلة الغير معلنة وما إلى ذلك هو المقصود أنك متحسبس الناس على اللي في قلوبهم في دخلهم في أعماقهم يعني اللي قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قالوا الصحابة كان الله اللي يحاسب على اللي في داخل في أعماقك في داخلك في نفسك هو اللي يخلقك فقط سبحان الله لكن أنت تحاسف المجتمع على الأقوال والله على الأفعال لكن في داخل الأعماق النفسية وبالتالي نحن الحكم بالظهر بمعنى أنك ما تدخلش في أعماق النفس البشرية هذه علمه عند الله سبحانه وتعالى وحتى الحساب على الأقوال ليس في كل الأقوال لا يقصد الأقوال التي عادت الناس الآخابين بالضبط تحدثنا في هذا في حلقات القضية في الإسلام دكتور في جانب آخر الضمانات التي تحقق قيمة العدلة وفق الرؤية الإسلامية من جانب من يقومون على القضاء ما هي الضمانات التي يجب توفرها في من يقومون على القضاء لتحقيق العدلة أولا أن الشريعة جعلت أن المؤسسة القضائية وإقامة العدل بين الناس فرض منفروض الكفايات بمعنى أن المجتمع إذا ما قامش بإيجاد المؤسسة القضائية يأثم كل المجتمع أو ذلك الشعب فهذا حكم من حكام الله سبحانه وتعالى وجعلتها أيضا من وظائف الدولة من وظائف الدولة إيجاد المؤسسة القضائية وجعلت شروط أيضا في القاضي فيما يتعلق بالقاضي فيما يتعلق بالعلم فيما يتعلق بالفقه فيما يتعلق بالعدالة فيما يتعلق بسلامة الحواس فيما يتعلق بالنزاهة بالمروة فيما يتعلق بالهيبة فيه الشروط متعددة ومتنوعة جعلتها خصوصا في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وعضاه اتضحت هذه المعالم لأن أصبحت دولة سيدنا عمر رسول صلى الله عليه وسلم كان المفتي وكان القاضي وكان الرئيس وكان الرسول وكان النبي عليه الصلاة والسلام فكانت سلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده صح بحكم مقام النبوة ومقام العصمة وكان هو فوض عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما ذهب لليمن وبعض الصحابة وسيد بن عتاب لما كان في مكة وبعض اللي أرسلهم لكن في عاد سيدنا عمر أبو بكر رضي الله عنه وضاه انشغلت الدولة بالحروب الردة وبالفتوحات وكان عهد سيدنا أبو بكر عهد قصير سنتين وشوية وبالتالي المؤسسات الدولة بوضوحها بشروطها بصفاتها كانت أوضح في عاد سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه أرضاه فأصبح القضاء حتى مرتبات القضاء تكون عالية اتضحت أكثر في عاد سيدنا عمر صفات القضاء التي ذكرتها اللي منها اتضحت أكثر في عاد سيدنا عمر القواعد والأصول والضوابط المتعلقة بالمؤسسة القضائية في رسالة الشهيرة لأبي موسى الأشعري اللي هي أصبحت من مرجعيات العليا في القوانين القضائية فيما يتعلق بالفقل بتطوير المؤسسة القضائية كانت في عاد سيدنا عمر طيب قبل أن نأتي على جانب مع التوازن في التطوير المؤسسة العسكبية والعلمية والوقفية بالضبط في هذا الجانب تحديدا الآن مع تطوير الحياة وتوسع مجالاتها لم تعد الصفة الوحيدة الواجب توفرها من حيث العلم من جانب العلم في القاضي هي العلم الشرعي هو لشكل الآن الآن أصبحت في معاهد القضاء الآن في كليات الحقوق في القضاء الآن أصبح كما نقولون نحن في القوانين متعددة في البشرية لكن ولهذا في كليات تسمي نفسها كلية الشريعة والقانون يعني تجمع بين أحكام الشريعة وبين القانون بحيث أن القانون يستفاد منها فيما لا يخالف الأصول وثوابت الشريعة الإسلامية وبالتالي المفتاح على التجارب الإنسانية فيما يتعلق بالقضاء والبحث عن الإجراءات والضمانات والمعايير التي تحقق قيمة العدل ولا تخالف الشريعة الإسلامية فهذه من الأشياء التي أجازتها الشريعة هذا يقودنا للحديث عن الضوابط الآن ما الضوابط أو محددات التقاضي التي وضعتها الشريعة الإسلامية لتكفل تحقق قيمة العدل يعني القواعد متعددة متنوعة أنه ليس كل من هب ودب يبقى قاضي ما يجيش واحد صايع وضع صفات محددة واحد مرتشي واحد واقع في الكبائر ومعلن مجاهر بها وجي تضع قاضي هذا كلام لا يستقي وبالتالي أيضا واحد جهل بعلم القانون وبعلم الشريعة وبعلم القضاء وتجي في نفس الوقت وتجعلك كيف المحاكم الثورية والمحاكم الفوضوية هذه ما يجيش أصلا هذا لا يستقيم هذا وبالتالي الآن أصبحت مدارس يعني مدارس متعددة ومتنوعة ولكن أيضا تحتاج إلى تطوير روح الشريعة بحيث تهيمن وتبقى مرجعية عليا للمدارس والمعاهد القضائية في عجالة دكتور لأن وقت الحلقة انتهت تقريبا هل يجب أن تتوفر صفة العلم الشرعي في كل قاضي الآن يمارس القضاء في الدولة إذا كان هو مرجعية إسلامية لابد فكيف يكون قاضي كيف يكون قاضي يحكم بالشريعة وهو لا يفهم الشريعة لكن المتبع الآن في الدول الإسلامية عندما تأتي قضايا لها جانب شرعي أن تتم استشارة أصحاب العلم الشرعي ليس بالضرورة أن يكون القاضي القائم على تطبيق القوانين عالما شرعيا أو لديه من العلم الشرعي مستوى محدد هو الاستشارة ما معنى هذا معنى هو سأل من هو أعلم به هو الأصل نحن نحك في القضاء الشرعي فالقضاء الشرعي لا بد يكون من خلال التاريخ الإسلامي ومن خلال مفهوم القضاء لا بد يكون عند الطلاع وعلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقضايا التي جاءت في التاريخ الإسلامي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفيما يتعلق بالقصاص فيما يتعلق بالعدود فيما يتعلق بالقضايا التجابية والاجتماعية فهذا طبيعيا وأنه يجمع ما بين التجارب الإنسانية وما بين الموجعية الإسلامية المتمثلة في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأصل أشكرك عضو مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عليه الصلابي وأشكركم أيضا سادة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة حتى نلقاكم دمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة